كانت تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة لرئيس مجلس الوزراء بشأن مهام الحكومة الجديدة أهمها خدمة المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني وبالنظر للتشكيلة الحكومية الجديدة فقد جاءت ترجمة واضحة للتكلفات الرئاسية دلالات مهمة تشير إليها التشكيلة الحكومية الجديدة والتي جاءت ترجمة لتكلفات القيادة السياسية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز الدلالات استحداث نائبين لرئيس الوزراء أحدهما وزير الصناعة وهو ما يؤكد خط الدولة في التركيز على ملف الصناعة باعتباره رافداً رئيسياً في تدعيم الاقتصاد المصري النائب الثاني هو وزير الصحة والذي أضيفت لمهامه التنمية البشرية وهو ما يترجم بشكل واضح تكلفات القيادة بالتركيز على بناء الإنسان المصري وجاء اختيار وزير للشؤون النيابية والقانونية إلى جانب تكليفه بالتواصل السياسي دلالة على اهتمام الدولة بالتواصل بين أطياف المجتمع نخبة وشعباً وإدراك أن هدف المشاركة السياسية هو أحد محددة الاستقرار وهو ما كان يشير إليه الرئيس السيسي مراراً وتكراراً وجسده بالدعوة للحوار الوطني أما دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فإنما هو وعن لتشابك الملفين وتحقيق لرؤية طويلة المدى لأهداف التنمية المستدامة وهو ما شهدناه أيضاً في دمج التجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار اللافت اختيار وزير الأوقاف أسامة الأزهري والذي يشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الدينية وهو أمر يؤكد أيضاً تحقيق دعوة القيادة بأهمية تجديد الخطاب الديني المعتدل وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة تأتي من خلفية مشبعة بهموم المرأة وإدراك لتفاصيل هذا الملف المهم وهو ما يحتل جزءاً كبيراً من عمل وزارة التضامن الاجتماعي إدماج وزارتين الخارجية والهجرة إدراك من الدولة لتقاطع الملفين وهو أمر يصب في خدمة المصريين بالخارج إلى جانب مواصلة حمل لواء السياسات الخارجية في إطار الأوضاع العالمية الملتهبة الشارع المصري في انتظار نتائج عمل الحكومة الجديدة والتي تتولى مهامها في إطار ظروف محلية تملأها التحديات فضلاً عن محيط إقليمي ودولي شديد للطراب يستلزم منها الخروج بأفكار وسياسات خارج الصندوق ترجمة نانسي قنقر